اللي بعدود خلاص ماشي ماشي لقطة الجون هاتي القرآن اللي بعدها الاهل اللازل بيعتمد على الجابهة اليسرى كريم لكن فيه حاجة اكبر بص نفس الجابهة اليسرى نفس الشغل محمد مجدي افشا مايل مع احمد عبدالقادر وجود علم علول نفس الفكرة اللي بيعتمد عليها وبالمناسبة وقف هنا وقف هنا وقف هنا محمد مجدي افشا عارف حالة الغضب الجماهيري اللي عليه محمد مجدي افشا تاني عدد دقائق ايقلب كتير وهو تاني أفضل صانع للفرص في النادي الأهلي اللي هو في مركزه فالناس بتحكم أحيانا بالعاطفة غضبها من موقف أو تقمعهم حق لكن في النهاية نتكلم كرة أنت الرجل ده بلاي ميكر بيصنع لك بالنسبة لعدد دقائق اللي عملها اللي عملها خمس لو كلمنا على كل تسعين ديئة بيصنع خمس فرص أنا عايز إيه من بلاي ميكر تاني أنه اصنع لي خمس فرص في كل تسعين ديئة بيلعبهم كمل أسست ممتاز تحركه كات انسايد عظيم من أفضل لاعب بيطلب الكرة في الدور الماصب دلوقتي وقف هنا أفضل لاعب بيتحرك في المساحة وبيطلب الكرة ويروح لها ما بيستناش يستلم في رجله وروح يقابل هو كريم فؤاد هدف زي ما قال الكابتن جاية جريشا هدف يبدو أنه صحيح وتم إلغاؤه كان هيسهل الأمور كتير على النادي الأهلي اللي بعده